الى العدد التنزل الاخر هذه المرة لسباق الرئاسيات 7 سبتمبر المقبل بدأ مع انتدار قدوم المترشحين الى مقر سلطة الاشرافة للانتخابات سلطة الوطنية للانتخابات التي سوف تستقبل من يبدو بانهم سيكونون المرشحين المحتملين لرئاسيات 2024 حتى الان تم اعطاء المواعيد لبعض الاسماء مثلا سوف يكون هناك غدا عبدالعلي حساني مرشح حركة مجتمع السلم الذي سوف يكون في مقر السلطة غدا يوسف اوشيش الامين العام لحزب جبهات القوى الاشتراكية افافاس سيكون غدا لتسليم التوقعات والاستمارات سعيدة نغزة سيدة الاعمال ايضا لديها موعد غدا مع السلطة لتقديم استماراتها وبالقاسم ساحلي سيكون ايضا على موعد مع السلطة واكيد المرشح الراغف في الترجح عبد المجيد تبون سيكون ايضا غدا في مقر السلطة كل له ساعته وموعده الذي سوف يكون غدا في مقر السلطة وبالتالي يمكن القول ان ملامح المشهد الانتخابي بدأت تتشكل ولكن هؤلاء الاسماء او هذه الاسماء بالاحرى ودرن التي قدمتها لا تعني بانها القائمة النهائية يعني هذه الاسماء اخذت موعدا غدا في مقر السلطة من اجل تقديم ملفاتها ومن اجل تقديم الاستمارات وقامت بنوع من الحملة الانتخابية المسبقة في كثير من الملتقيات والندوات والولايات من اجل جمع التوقيعات غدا غدا سوف يكون هناك تقديم هذه التوقيعات في مقر السلطة وسوف ننتظر من سيكون المرشح المحتمل او المرشح الحقيقي بعد ايام سوف تفصل السلطة يعني بعد تقديم الاستمارات وعدها ومطابقتها قانونيا